لبسي مدرع زيال لهب أهلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ريد ريدمشن تو زيال لهب طبعا في هذا المقطع رح أعلمكم كيف تجيبون اللبس المدرع الأسطوري جدا في الونلاين وتستخدم اللبس المدرع في الونلاين وفي السيرفر أو في الفري روم بطريقة جدا جدا سهلة وأيضا رح أعلمك كيف تحفظ اللبس وتستخدمه في وقت لاحق فيلا نخش في المقطع طيب أول خطوة لازم يكون عندك عصابة دائمة وليس عصابة مؤقتة والعصابة الدائمة رح تكلفك تقريبا 200 دولار فإذا كنت شخص عندك هذه العصابة دائمة فكل اللي عليك إنك تسويها أما إذا كنت شخص ما عندك عصابة دائمة وتبغى تسوي فكل اللي عليك إنك تضغط سام يسار أو تطلع هذه القائمة بعدها رح تروح عند الخيار الرابع بعد الخيار الرابع رح تضغط اللي هو مربع عشان تكون عصابة أول خيار خلي هذه الكلمة أو كلمة اللي هو دائمة بعدها كل اللي عليك إنك تضغط على آخر خيار عشان تكون العصابة الدائمة وزي ما قلتلك سابقا ترى رح تكلفك 200 دولار طيب بالنسبة للخطوة اللي بعدها كل اللي عليك الآن إنك تضغط سام يسار أو تطلع هذه القائمة مرة أخرى بعدها رح تروح عند اللي هو الكويك جوين بعدها رح تخش اللي هو قن رش زي ما تشوفون في القيم بلاي طيب الآن رح نبدأ بالخطوات الفعلية وفي هذه الخطوة لازم تكون سريع جدا أول ما يبدأ قيم القن رش كل اللي عليك إنك تفك سبرينتو وتجري إلين أقرب حصان وتأخذ هذا الحصان وتتوجه لوسط الماب لأنه في وسط الماب رح يكون في صندوق أو شست وفي هذا الصندوق رح يكون في اللبس المدرة طبعا لازم تكون سريع جدا لأنه ما في إلا صندوق واحد وكل الماب يشوف هذا الصندوق فإنت لازم تكون سريع وتتوجه بأسرع طريقة ممكن لهذا الصندوق وتأخذه طبعا بعد ما تأخذه كل اللي عليك إنك تتوجه لمكان بعيد وآمن بحيث إنه اللاعبين ما يقتلونك تمام؟ طيب لما توصل لمكان آمن كل اللي عليك إنك تضغط سهم يسار أو تطلع هذه القائمة زي ما تشوفون الآن رح تروع عند اللي هو البلايرز أو أول كلمة بعدها رح تظهر معاك اسماء كثيرة كل اللي عليك إنك تختار اسمك بعد ما تختار اسمك رح تظهر لك هذه القائمة كل اللي عليك إنك تروع عند اللي هو فيه باسي أو الكلمة الثانية بعدها رح تروع عند اللي هو سيتينجز وبعد السيتينجز رح تروح عند اللي هو الخيار رقم ثلاثة أو اللي هو الأوتفت ستايل ورح تضغط وحدة سهم يسار بعد رح تضغط اللي هو دائرة 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 ورح تركب حصانك ورح تبعد شوية عن المنطقة بعد ما تبعد عن المنطقة كل اللي عليك إنك تضغط سهم يسار مرة أخرى ورح تظهر لك هذه القائمة ورح تختار الهوة لكويت تفري روم زي ما تشوفون في الجيم بلاي فرح يجيك الهوة يس أو نو رح تضغط له يس طيب لما يرجعك للسيرفر كل اللي عليك الان انك تضغط سام يسار او تطلع هذه القائمة الان رح تروح عند الهوة الكلمة الرابعة بعد الكلمة الرابعة رح تروح عند الهوة سيتينجز بعد الستينجز رح تروح عند الهوة الاوتفت ستايل او الخيار رقم ثلاثة ورح تضغط وحدة سهم يمين ورح يظهر معاك اللبس المدرع زي ما تشوفون في الجيم بلاي كل اللي عليك انك تتوجه لأقرب محل ملابس عشان تحفظ هذا اللبس طيب لما توصل لمحل الملابس كل اللي عليك انك تروح لغرفة تبديل الملابس ولما توصل للغرفة كل اللي عليك الان انك تروح عند الهوة خيار بوتس او خيار الجزم وتختار اي جزمة موجودة عندك ضروري جدا هذه الخطوة بعدها كل اللي عليك انك تتوجه لأول خيار او خيار الاوتفتس ولما تخش على هذا الخيار رح تلاحظ أنه طلع لك خيار الـ R3 أو اللي هو خيار حفظ اللبس أو Save Outfit زي ما تشوفون في الـ Gameplay فكل اللي عليك أنك تضغط R3 عشان تحفظ هذا اللبس الآن كل اللي عليك أنك تضغط R1 عشان تروع عند الهوى Custom Outfits زي ما تشوفون في الـ Gameplay كل اللي عليك الآن أنك تختار أي لبس من الملابس الموجودة عندك اختار أي لبس غير اللبس الحديدي أو اللبس المدرع حلوين اختار لبس وضغط عليه X أول ما تضغط عليه X رح تلاحظ أنه اللبس المدرع راحت من عنده العلامة فكل اللي عليك أنك ترجع مرة أخرى لللبس ورح تضغط عليه مربع اللي هو Store in Your Horse عشان يحفظ اللبس في حصانك طيب الآن كل اللي عليك أنك تضغط R1 آخر عشان تشوف الملابس الموجودة على حصانك وإذا كان اللبس المدرع موجود في الحصان فوضعك تمام ومبروك عليك اللبس المدرع وعشان نتأكد أكثر كل اللي عليك أنك تروح للحصان وتشيك على اللبس هل هو موجود أو لا وإذا موجود فوضعك تمام تمام طيب الآن راح أعطيكم نصايح جدا مهمة عشان تضمنون أنه لما تسوون الحركات تزبط معاكم دائما طيب إذا كنت شخص خشيت القنرش لكن ما قدرت تلحق على اللبس المدرع أو تلحق على الصندوق أبرجع عيدا محاولة مرة ثانية صالح كيف كل اللي عليك أنك ترجع للسيرفر بعد ما ترجع للسيرفر كون عصابتك وسوي عصابتك اللي سويتها بمئتين دولار بعد ما تكونها كل اللي عليك أنك تخش للقنرش من أول وجديد فتلخيص الموضوع بكل بساطة إذا ما نشحت معاك أول محاولة عيد الكرة روح للسيرفر كون عصابتك اللي بمئتين دولار خش للقنرش وعيد المحاولة عيد المحاولة هذه هي أول نصيحة مهمة النصيحة الثانية لما تخش للقنرش دائما دائما ابحث عن هذا الماب زي ما تشوفون في الجيم بلاي لأنه هذا الماب جدا جدا سهل إنك تلحق على الصندوق جدا سهل فأنصحكم صراحة إنكم تبحثون عن هذا الماب وإذا خشيت قنرش وكان ماب ثاني كل اللي عليك أنك تطلع منه وتخش قيم قنرش ثاني إلين ما تحصل هذا الماب لأنه جدا سهل وأنا أضمن لك مئة بالمئة إنك رح تلحق على الصندوق طيب إذا وجهتكم أي مشكلة في الحركة أكتبولي في خانة التعليقات وأنا إن شاء الله رح أقدم لكم حل بأسرع طريقة ممكنة طيب بكذا صلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن من اللبس المدرع يدمر لكم الجبهة تدمير شامل يلا سلام عليكم